أكد رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ورئيس الوافد الاقتصادي ببراكسل حسام هيبة أكد أن عملية الإصلاح الاقتصادية الجارية في مصر ومزايا الإستثمار والحوافز والضمانات الامنوحة للمستثمرين المصريين والأجانب والتي تتطلع إلى دخل مزيد من الإستثمارات في مصر خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة المتكددة والجديدة وذلك للاستفادة من توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر فضلا عن قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وحاجة أوروبا لإستيراد حوالي 10 جيجاوات من الطاقة المتكددة بشكل سنوي كما تم تناول فرص التعاون في العديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الاقتصادي والمصري إلى بروكسل لترويج للاستثمار في مصر واستعراض الاستعدادات القارية لمؤتمر الاستثمار والمخطط عقده في مصر هذا العام ذلك بحضور رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي جان جامون وبمشاركة واسعة من ممثلين عن الوكالة التجارية بالأقاليم البلجيكية وإلى أسواق المال حيث أنهت البرصة المصرية نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسط تداولات بلغت 5.6 مليار جنيه وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2 تريليون و92 مليون جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي اكس ثيرتي بنسبة بلغة 0.6 مئة في المئة مغلقا عند مستوى 29 ألف ثلاثمائة وتسعي نقاط فيما صعد مؤشر للشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي اكس ثنتي متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.42 في المئة مغلقا عند مستوى 7 ألف ثمانمائة أربع وخمسين نقطة فيما زاد أيضا مؤشر إي جي اكس وان هندرد متساوي الأوزان بنسبة بلغة فاصل ثمانية وثمانين في المئة مغلقا عند مستوى عشرة ألف ثمانمائة وخمسة عشرة نقطة وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التعملات أبقت على المكاسب التي اتسجلتها في الجلسة السابقة التي جاءت وسط مؤشرات على نقص الامداد صعدت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة بلغت فاصل تسعة من مئة في المئة لتصل إلى ثلاثة وثمانين دولار سبعة عشرة سنة للبرميل فيما زاد خام غرب تكسس من الوسيط الأمريكي بنسبة بلغة فاصل تسعة من مئة في المئة مغلقا أو ليصل عند ثمانية وسبعين دولار وثماني سنتات للبرميل كذلك ارتفعت أسعار البترول العالمية وأيضا الأسعار المازوت عالميا عفوا بنسبة بلغة فاصل ثلاثين في المئة لتصل إلى دولارين اثنين سبعة وستين سنتا للتر فيما ايضا ارتفعت أسعار الغاز الطبعية بنسبة بلغة واحد فاصل خمسة من مئة في المئة مغلقا ترن عند مستوى دولار واحد وستة وسبعين سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أظهر مسح أولي أن انكماش الاقتصاد الألماني زاد في فبراير إذ لم يتمكن تحسن طفيف في نشاط الخدمات من تعويض تدهور أحد مفاجئ في قطاع التصنية انخفض مؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن ساندرد أند بورز جلوبل إلى ستة واربعين فاصل واحد نقطة في فبراير مقابل سبعة واربعين نقطة في الشهر السابق بهذا يستمر الخفاض المؤشر عن مستوى خمسين نقطة الذي يفصل ما بين النمو والانكماش لأشار الثامن على التوالي وذلك في فبراير مسجلا أسرع وتيرة للتراجع منذ أكتوبر يتطبع مؤشر مديري المشتريات المجمع القطاعي الخدمات والتصنيع الذين يشكلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني ترجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع مما يشير إلى أن النمو والتوظيف ظل قويا على الأرجح في فبراير الحالي وقالت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت 12 ألفا إلى مستوى أو إلى معدل 12 ألفا وذلك في ضوء العوامل الموسمية عند 201 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي فيه 17 فبراير الحالي سجل الاقتصاد العالمي خلال الفترة من 2020 إلى 2024 أضعف أداء لفترة خمس سنوات وذلك منذ 30 عاما يتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 2.4 بيئة المئة التي لا تزال أقل بكثير من متوسط 3.1 بيئة المئة والمسجل في العقد الماضي يتاجه الاقتصاد العالمي ليسجل خلال الفترة من 2020 إلى 2024 أضعف أداء لفترة خمس سنوات منذ 30 عاما حتى في حالة تجنب الكساد ويتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4 بيئة والتي لا تزال أقل بكثير من متوسط 3.1 بيئة المسجل في العقد الماضي المؤسسة العالمية أوضحت أن تباطؤ النمو يعد أكثر حدة في الاقتصادات الناشئة التي لم يشهد نحو ثلثها تعافيا منذ جائحة كورونا فيما سجل دخل الفرد فيها أقل من المستويات المسجلة في عام 2019 وهو ما يجعل أهداف الإنفاق على التعليم والصحة والمناخ محل شك ومع تسجيل مبيعات السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة مستوى غير مسبوك عند 47 دولار في يناير الماضي يرى البنك الدولي أنه لا مفر أمام الدول النامية من تحفيز النمو الاقتصادي في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض تصاعد الصلاع في الشرق الأوسط يشكل خطرا آخر يزيد من المخاوش بشأن تشديد السياسة النقدية وتأثر التجارة العالمية خاصة وأن التجارة محرك شديد الأهمية للحد من الفق كما أنها بالتأكيد مصدر إرادات بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة اشتركوا في القناة